في العام 2013 انتظر المستهلكون والمتخصصون بفارغ الصبر الأجهزة الجديدة التي أنتجتها شركة أبل بدأت المجموعة في سبتمبر أيلول مع آيفون 5S و 5C لتكشف في الشهر التالي عن ماكبوك برو، آيباد ميني وآيباد آير ثم ماكبوك برو المثير للإعجابة أعلنت المجموعة عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام والذي يمتد من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر من عام 2013 حيث حققت عائدات بقيمة تناهز 58 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد تحققه الشركة إذ يمثل زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 لكن على الرغم من هذه الزيادة لم يتغير صاف الدخل الذي قدر بأكثر من 13 مليار دولار إضافة إلى ذلك أعلنت المجموعة أن من المتوقع أن يبلغ معدل الدخل في الربع الحالي 42 إلى 44 مليار دولار تقدير هو أيضا أقل من توقعات المحللين كما يتعلق بسعر سهم أبل فقد وصل إلى 700 دولار في عام 2012 ومن ثم انخفض سعره في 2013 وبدأ بالارتفاع تدريجيا إلى أن وصل في الوقت الحالي إلى أكثر من 550 دولار أمريكي قبل الإعلان عن هذه الأرباح الكبيرة التي حققتها المجموعة ومن المتوقع إذن أن يرتفع سعر سهم أبل بعد هذه النتائج التي ستقنع المزيد من المستثمرين بأن الشركة لا تزال الفرصة أمامها للنمو لكن وإذا كانت النتيجة لا تمثل مصدر قلق لشركة أبل يبقى واجبا تتبع النتائج الفصلية القادمة